السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السفر الى الجزائر الجزائر تتخذ تدابير جديدة اعتمادت الجزائر اجراءات جديدة تتعلق بمراقبة شهادات تطعيم المسافرين هذا ما قالته وكالة فيز الجزائر المتخصصة لوسائل الاعلام يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة اعادت الجزائر فتح حدودها جزئيا منذ واحد يونيو ويمكن للجزائريين حاليا السفر الى ما مجموعه احد عشر دولة تعترف بعض هذه الدول ايضا بلقاحات المضادة لكوة في التسعة عشر المستخدمة في الجزائر والتي تعمل على تخفيف ظروف السفر للاشخاص من هذا البلد الواقع في شمال افريقيا في هذا السياق يلجأ العديد من الاشخاص الى ممارسات احتيالية للاستفادة من اجراءات السفر الاخف التي يجب ان يمتثل لها المسافرون الملقحون حتى ان بعض الاشخاص يذهبون الى حد الحصول على شهادات تطعيم مزيفة خاصة من اجل تجنب الخضوع لفترة الحجر الصحي في بلد وصولهم تطعيم للمسافرين اجراءات جديدة في الجزائر ودفع ذلك السلطات في الجزائر الى اتقاض اجراءات جديدة فيما يتعلق بمراقبة شهادات تطعيم المسافرين وبحسب وسائل الاعلام المتخصصة في زل جزائر التي نقلت المعلومات يوم الثلاثاء فقد تم بالفعل ابعاد العديد من الاشخاص في المطار لفشلهم في تقديم شهادة تطعيم المتطلبات الجديدة لا يزال وفقا للمصدر نفسها يجب على الاشخاص الذين لديهم جدول تطعيم كامل ان يحصلوا الان على شهادتهم المعتمدة من قبل وزارة الصحة في ولايتهم وكذلك وزارة الخارجية كما يجب على الاشخاص المعنيين قبل هذه الاجراءات وضع توقع وختم المؤسسة التي تم تطعيمهم فيها على شهادتهم وبحسب نفس وسائل الاعلام المذكورة اعلى فقد تم تطبيق هذه الاجراءات الجديدة منذ عدة ايام دون اعلان الامر الذي فاجأ الكثير من المسافرين كما انتقد الكثيرون هذا النهج الجديد الذي لا يفهمون الحاجة اليه قالت وسائل الاعلام انه بسبب كل هذه الخطوات لم يتمكن بعض الاشخاص من السفار لانهم لم يتمكنوا من التحقق من صحة شهادة لقاح مضاد للافيروس في الوقت المناسب